جريمة جديدة هازت الشارع المصري وبطلها اليوم ليس فتاة تم قتلها في وسط الشارع أو قتلها من صديقها أمام عامة الناس بطل الجريمة والمجني عليه طبيب صيدلي اسمه ولاء زايد وده اللي تصدر تريند في مصر النهاردة بعدما قتل أمام ابنه والقاتل كان زوجته وأسرتها الأخبار بتقول كده تغريده الجزيرة مصر بعدما قتل صيدلي هاشتاج القصص من قتلة ولاء يدخل ضمن الأعلى تداولا في تويتر وصل اتهمات لأهل زوجته بالتسبب في مقتله كتبت أخت صارة عن أخوها يعني أخته صارة كتبت عن أخوها الحقيقة الدكتور ولاء على الفيس بتتهم أهل زوجته بالغدر بيه وقتله فقالت غدروا بيه هي بتقول كده غدروا بيك حتة من قلبي ويا نور عيني غدروا بيك وحرقوا قلبنا عليك يا حبيبي في الجنة ونعيمها يروح قلبي في الجنة ونعيمها مع الشهداء والصالحين مع بابا حبيبك يا حبيبي رحت لابوك يا نور عيني وسبت الدنيا بقرفها ورحت الجنة يا قلبي يا قلبي قلبي متفحم عليك يا ولاء ظهرت كسر تاني يا ولاء رحت للأحسن مني ومنك يا حبيبي رضين بقضاءك يا رب رضين يا رب أسلك صدرنا وهاتله حقه في الدنيا والآخرة يا رب من الجاهدين ولا نقول إلا ما يردي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله ونعم الوكيل في الظلمة أخو الكبير اتكلم عن اللحظات الأخيرة في حياة دكتور ولاء أنه بعت استغاثة لصحابه وللنجدة عشان زوجته جايبة بلطجية نشوف الفيديو ده الأخو بيقول إيه في بلطجية دخلوا على دكتور ولاء الشقة ورموه من الشقة المؤلم في قصة الدكتور ولاء واللي حصل هو أن ابنه الصغير كما تقول الأخبار في النيابة كان الشاهد على الجريمة فكتب مصراوي بتقول أونكل عبدالله رمى بابا من البلكونة نجل صيدلي حلوان يفجر مفجأة أمام النيابة يعني دخل عليه أونكل عبدالله حسب مناش رمى صراوي وبتقول أن ابنه الصغير شاف واحد اسمه أونكل عبدالله دخل رمى والده من البلكونة لكن فيه الوقاية تانية خالص بتقول أن الطبيب انتحر ما فيش بلطجي ما فيش أي حاجة نشوف كده أو التغريدة دي بتقول أون مصر خلافات أسرية التحريات تكشف سبب انتحار صيدلي بحلوان لكن محامي الضحية قال أن النيابة بتحقق والمؤشرات ريحة لعملية قتل عمد مع سبق الإصرار وأن الدكتور ولاء تعرض للتعذيب قبل إلقاءه من البلكونة هنشوف كده المحامي بيقولي نيابة الجزئية الحلوان وتدخلت كمان من ساعات قليلة نيابة الكلية لعملية إثبات والتحقيق وإدمان جراءات التحقيق الخاصة بجريمة التحقيق العمد مع سبق الإصرار طبعا الدكتور ولاء تعرض لتعذيب تعرض للضرب تعرض للتحديد ثم قلقى بي من بلكونة أو شرفة منزله في حلوان من الدور الخامس قلقى بي يعني الدرب الأول حسب كلام المحامي الدرب الأول أو اندرب الأول واتعرض تعذيب ثم قلقى بي من بلكونة الدور الخامس ده كلام المحامي أصدقاء ولاء أو دكتور ولاء اتكلموا عنه عن أخلاقه فقالت زميلته الدكتورة أمنية تقريبا بتقول أنا مش عارفة هي اللي بتقول أستوعب أي حاجة بشوفها أو أسمعها مش عارفة أصدق أنك اتقتلت صديق الغربة الجدع مع كل الناس الكريم اللي عمرك ما أسرت مع حد ولا تأخرت على حد حتى مراتك اللي غدرت بيك هي وأهلها ما شافتش منك غير كل خير حتى لو كنت وحش تبعد مش تقتل حسب يا الله ونعم الوقيل دي أمنية دي أو ده حسبها يعني يعني زملته بتتكلم عن أخلاقه وعن أنه لم يقصر إطلاقا فحق أصدقائه حتى فحق مراته وأهلها صديق ليه اسمه حسام اكلم عن أخلاق الدكتور ولاء برضو وقال حسام بيقول بالنص كده طيب انت سمعت عن أخلاق الدكتور ولاء الطيبة نبالك بقى في التعامل معه محترم طيب خلوق حرفي ربنا دا الأدب والأخلاق يوزعه عن الناس طمع عليهم لوحده ربنا يرحمك يا ولاء ويصبر أهلك يا رب وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل كده ربنا ينتئم منهم أشد انتقام تفاعل الناس على الجريمة وقال أحد المغردين أنه اتعرض لموقف زي ده بس أنقذ نفسه قبل ما يموت دا الحساب صاحبه بيقول كلام هقوله لأول مرة ومحدش يتفاجئ قصتي نفس قصته وده أعرفه صاحبنا لكن أنا وراي رجالة وعندي عيلة وأهلي يسدوا عين الشمس وأخذت حقي وقتها والبلتجات ربطه زي النسوان ده هو اللي كاتب يعني وبالقانون كسبت كل القضايا عشان كده أنا بطالب بحقه لأنه وحيد أمه وأبوه وإحنا أهله عن العنف ضد الأزواج تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي دراسة سابقة من 2015 عن العنف اللي بيحصل تجاه الأزواج الرجال في مصر تغريدة بتقول مفاجأة في اليوم السابع المجلس القوم المرأة نصف رجال مصر ياها علي اللي انت عرض ده علي نعم انت من النص ده أنا مش معارفكش نصف رجال مصر يتعرضون للضرب من زوجاتهم عليها على فكرة دي سمعة سيئة للمرأة المصرية والله العظيم دي سمعة سيئة أبتكلم جد لما يقولوا كلام زي ده وهما بيقولوا دراسة في ناس شافت اللي بيحصل من عنف وحواجز بهذه البشاعة وفيه أزمة بيقولوا بتستفحي يعني وأن الناس محتاجة توفوق من اللي بيحصل التغريدة بتقول تكرار حواليس القتل البشع ولا رادع أما أنا الأوان لعلاج أمراض النفس البشرية التي تستفر حالة وأصبحت مستوحش يأكل ويقتل كل معنى الإنسانية داخل البشر استفيقه فقانون الغاب يتسلل روايدا روايدا في أردنا وأصدقوا أردنا مصر يعني الحقيقة آخر خبر بخصوص جريمة الدكتور ولاء الذي ألقي به من الدور الخامس من شائته في حلوان كان كلام أنه بينتحر وأنه انتحر لكن المحامي طلع قال لا أدى النيابة التحقيقات رايحة في اتجاه أنه قتل وأنه دي مش شبهة انتحار وأنه تعارى للتعزيم تصديقها لكلام المحامي آخر خبر من شوية من أقل من ساعتين يعني ساعة عشره النائب العام يأمر بحبس سبع متهمين في وقعة الصيدلي ولاء في حلوان في تفاصيل أمر المستشار حمد الصوي النائب العام بحبس سبعة سبع متهمين هم زوجة صيدلي حلوان ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهم لاتهامهم باستعراض القوة والترويح بالعنف والتهديد بهم واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأزبه والتأثير في إرادته لفرض السطو عليه وإرغامه على القيام بعمل وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتجدير السكينته والطمأنينته وتعريض حياته وسلمته للخطر فضلا عن حاجزهم المجني عليه بدون وجه حق وتعزيبه بدنيا وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى ارتكابه من تلك الجرائم في حقه وانتهت بالسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته حيث كانت النيابة العامة قد تلقت اختار من الشرطة أو الأمس بالسقوط الصيدلي من شرفة المسكن ووفاته ونقله لأحدى المستشفىات وذلك بالتزامن مع رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان من المكتب العام عن تداول عدة منشورات حول الوقع بس الكلام النيابة ده ما بيقولش أنه هم اللي رموه بيقولوا أنه هم روعوه خوفوه ألحقوا الأزى به أسروا في إرادته في إرادته لفرض السطر وإرغامه على القيام بعمل ما كل ده كان من شأنه التهديد وإلقاء الرعب في نفس المجن عليه وتجدير سكنته وتبقننته وتعريض حياته وسلامته للخطر وحجزوه بدون وجه حق وعزبوه بدنيا على إثر خلافات وانتهت أو الجملة هي بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته الجملة واضحة جدا والنائب العام لما بيكتب مذكرة ما بيكتبش مذكرة بالهابل بتوع بعض الصحفين أكيد يعني كلمة وانتهت انتهت دي يعني مبنية للحاجات اللي فاتت ما بيقولش وقلقوا به من البلكونة فواضح أنه التحقيات رايحة أو التعامات رايحة للتعذيب للترويع للتأثير في إرادته لحجزه بدون وقع حق حق لإزاءه بدنيا ونفسيا مما أدى بكل ده إلى أنه يسقط من البلكونة الكلام ما فيهوش كلام عن انتحار ما فيهوش كلام عن إلقاء من البلكونة لكن أنا ده قرأتي إنما قد يكون فيه أدى ده كله إلى أنهم ألقوا من بلكونة هنتابع مع حضراتكم القضايا لكن هو يبقى السؤال في الآخر هذه حاجات تضر بشكل المرأة في مصر لما تطلع الدراسة تقول كم يا علي بيتضربوا خمسين في المئة من الأزواق في مصر بيتعرضوا لضربات الرجال من زوجاتهم الفيمينيست فيه أنا عايزين نعمل فيه مينيست رجالة بقى أنا عايزين نعمل حاجة كده رجالة ما أنت بتقدرش عليه لكن عايزين نعمل كده فيه جد ويطلعوا رجالة بقى على حال خلينا نطلع فاصل ونروح إلى ما يحدث أو ما حدث ولذال يحدث في إيران ولكن بعد الفاصل